تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك ونزع لغم بحري كانت الميليشيات الحوثية زرعته في شاطئ مدرية الحوك بمدينة الحديدة وقال مصدر عسكري إن فريقا هندسيا تعامل مع اللغم البحري فور اكتشافه في منطقة المنظر الساحلية بعد أن جرفته مواجه البحر إلى الشاطئ في السياق أكد خبير مشارك في الفريق الهندسي أن اللغم البحري موجه وكان سيودي بحياة عدد كبير من الصيادين إشار إلا أن وحدات الهندسة في القوات المشتركة تمكنت خلال الفترة الماضية من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام البحرية التي تعمدت الميليشيات التابعة لإيران زراعتها في الشواطئ ومراكز الإنزال السمكي على طول امتداد الساحل الغربي قبل دحرها